نيران هذه الجبهات لا تخمد والسكان على طرفي الحدود على موعد سنوي مع النار معركة جديدة لوح بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ أيام بدأت قوات سوريا الديمقراطية بالتحضير لها على طول الجبهة الممتدة لنحو 500 كم نحن نرى بأن التحديدات جدية ونأخذها على محمل الجد وبعين الاعتبار لذا تتخذ قوات سوريا الديمقراطية كل الإجراءات الدفاعية اللازمة التي تضمن الدفاع عن كل مناطقنا وحماية شعبنا وإبعاد خطر احتلال مناطق جديدة من الشمال السوري على الأرض وفي جميع المدن لا سيما غربي الفرات تجري التحضيرات استعدادا للمعركة باستقدام التعزيزات وإرسال المقاتلين ورفع السواتر الترابية بالتزامن مع ذلك تبدو التحركات الدولية لا سيما الأمريكية والروسية اعتيادية دون أي تغيير أو انسحاب من المواقع تستجيب قصد بشكل جدي للتهديدات التركية عبر رفع مستوى الجاهزية الدفاعية من جهة وإجراء الاتصالات مع الحلفاء والقوى الفاعلة من جهة أخرى استعدادا للمعركة إن وقعت هكذا يبدو المشهد هنا كيف يبدو على الطرف الآخر من الحدود حيث يقف زيدان زانكلو شكرا جمعة هنا قبالة مدينة عين العرب المعروفة باسم كوباني بالكردية هدوء حذر في الجانب التركي حتى الآن لم يرسل الجيش تعزيزات كبيرة إلى الحدود لكن الوحدات العسكرية في الولايات المتاخمة للحدود السورية على أهبة الاستعداد الحديث عن عمل عسكري تركي داخل الأراضي السورية عاد بقوة بعد تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد فيه عزم بلاده إنشاء منطقة آمنة بعمق ثلاثين كيلو مترا وإبعاد قوات سوريا الديمقراطية عن هذه المناطق العمل العسكري التركي ستشارك فيه فصائل معارضة مدعومة من أنقرة على غرار العمليات السابقة في جرابلوس وعفرين وتل أبيض ورأس العين نحن هنا استعدادات كجيش وطني الآن لخوض عملية عسكرية مرتقب الآن حوالي 14 قرية عربية ترفعت ودرج ميل ومنغ ومحيطة هناك 150 ألف وأكثر من أهالي هذه القرى العربية المهجرين يسكونون بالخيام هناك 250 ألف سوري كردي يسكونون أيضا في أورفا يريدون العودة إلى ديارهم هم من عين عرب كوباني مشروع المنطقة الآمنة يهدف بحسب السلطات التركية إلى إعادة اللاجئين السوريين لهذه المناطق ونقل عديد المخيمات على جانبي الحدود إلى وحدات سكنية يجري إنشاؤها الآن لكن مراقبين يعتقدون أن الحكومة التركية تحاول التفاوض مع الغرب ولا سيم الولايات المتحدة لتمرير مشروع المنطقة الآمنة مقابل موافقة أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو لقناة العربية زيدان زنجلو من بلدة سوروج الحدودية مع سوريا ترجمة نانسي قنقر